دلوقتي أسبكم مع جهود الأجهزة الأمنية واللي أصفرت عن ضبط قضايا تموينية وخمس أشخاص بيديروا ورشة لصناعة الأسلحة النارية في إنا وأسيوت وفيه كمان إحباط لمحاولة تهريب جمرقي هتلع الفاصل وبعد كده أرجع أستقبل زيوفي اللي بيمثله منظمات المجتمع المدني وهنتكلم عن مبادرة حياة كريمة اللي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي على صفحته على الفيزبوك انتظروني بعد الفاصل مع زيوفي يبدو مسافرا عاديا غير ملفت للأنظار بمطار القاهرة لكن أعيون رجال الإدارة العامة لمكافحة المخادرات كانت تترصده فالمعلومات المدعومة بالتحريات تؤكد أنه آخر كون تشكيلا عصابيا تخصص في جلب المواد المخادرة التخلقية وبخاصة المادة الفعالة المستخدمة في تصنيع مخادرين الفود والاستروكس من إحدى الدول الأسيوية عبر ميناء القاهرة الجوية وبالتنصيق مع الأمن العام والأمن الوطني والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوية والسلطات الجمركية بالمطار تم ضبط أربعين كيلو جرام من المادة الفعالة للمخادرين خبأها داخل ثماني عبوات مكملات غذائية بحقائب السفر الخاصة به كما تمكنت الإدارة من ضبط شركه وبحوزته مبالغ مالية واعترف بنشاطهم الإجرامي في جلب وتهريب المواد المخادرة وفي سياق متصل أكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة المخادرات وجود أربعة طرود بريدية خاصة بالمتهمين بقرية البضائع بالمطار نجحت في ضبطها وبداخلها تسعة عشر كيلو جرام من المادة الفعالة لمخادرين الفود والاستروكس الأب وولده يعملان في تجارة الأسلحة النارية غير المرخصة بل ويقوم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط قطاع الأمن العام اشتراكا مع أمن أسيوط نجح في ضبطهما وبحوزتهما سبع قطع سلاح ناري متنوع منها رشاش جرينوف ومئات الطلقات النارية مختلفة الأعيرة وأجزاء من أسلحة كما تم ضبط الأدوات والمعدات المستخدمة في تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية وفيما له ارتباط بهذه القضية نجح القطاع في وقت سابق في ضبط عاملين بحوزتهما إثنى عشر فرد محل الصنع بقصد الاتجار فيها ومبالغ مالية وعترف بحصولهما على هذه الأسلحة من الاسنين المقبوض عليهما نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عقب معلومات وتحريات في ضبط صاحب محل لتجارة الأدوية والمستلزمات الرياضية بالإسكندرية لاستغلال محله في بيع الأدوية والمكاملات الغذائية أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية وعثر بالمحل على كمية كبيرة منها قدرت الضرائب والرسوم الجمركية عليها بمليون قنيها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة